يا صباح الخير والجمال والسعادة على عينكم يا أحلى بنات في الدنيا كلها بدوا حشوني جدا جدا من الفيديو للفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ويلا بنا نبدأ بسرعة جدا جدا دي هتكون أول حلقة من محتوى الخطوبة هامل سلسلة حلقات مهمة جدا جدا كل حلقة عنوانها مختلف عايزة تقول حاجة وفعلا بإذن الله الحلقات دي هتفيدت جدا 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 أول حاجة معانا نهاردة زي ما انتم كده قريته عنوان الحلقة يمكن يكون عنوان الحلقة صادم ولكنه مهم خطيبي خلني وتجوز دي كانت قصة بنت جميلة جدا جدا حاكت قصتها وبدأت إن هي تحكي إن هي تجوزت وجوزها بيسي إليها وبيضربها وبيهنها وبيقلل منها وبيخلها كمان وعاشت معانا حياة صعبة جدا ودلوقتي بدأت إن هي تفوق لنفسها ورفعت قضية طلاق ومشية فيها مبسوطة جدا جدا ونفسها البنات كلها تستفيد من القصة دي ولكن يعني كل اللي أنا حكيته ده شي طبيعي جدا جدا إن إنتي لما تدخلي علاقة سامة لما تدخلي علاقة مريضة بتحاول إن إنتي تطلعي من العلاقة دي بتخرجي من العلاقة دي جاهدة على خير بتحاول إن إنتي تنجيب نفسك ولكن والبنت دي بتحكي كده في نص الكلام رمت عبارة كده في النص حسيت إن هي دي اللي أنا عايزة أقف عندها قالت وكان بيخني من فترة الخطوبة فهنا حسيت إن دي حاجة أنا عايزة أكلمكم فيها يا جماعة فترة الخطوبة البدايات هل عمرك بتؤمني بالرسائل الكونية؟ هل بتؤمني لما إنتي رايحة المشوار ووقعتي على الأرض اتعورتي وما رحتيش المشوار؟ بتؤمني بإيه؟ إيه اللي بيجي في قلبك؟ اللي بيجي في قلبك إن المشوار ده مش بتاعك لما إنتي بتقدمي على وظيفة وراحتي انتروفيو بعد كده تصلوا بيكي قالوا لك إحنا أسفين في حد تاني أخد الوظيفة كل اللي بيجي في قلبك إن الوظيفة مش بتاعتك لما بتتصلي بحد بالتليفون وتبقي عايزة ضروري جدا 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 وابول حد ده ما بيردش يبقى المكالمة دي مش بتاعتك لما تكوني مخطوبة وتحسي إن الإنسان ده مش هو الإنسان المناسب لما يجي لك علامات من رباها لما تحسي الإنسان ده مش حطك رقم واحد لما تحسي الإنسان ده بيقلل منك لما تحسي إن الإنسان ده بيبخل عليكي وهو معايا يعني مثلا مصاريف الجواز الحاجات دي كلها وهو معايا لما 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 يخونك يبقى الإنسان ده مش بتاعك لازم ننتبه للرسايل الكونية لازم ننتبه للحاجات اللي بتيجي في الأول البدايات يا جماعة مهمة جدا جدا وعلشان كده فترة الخطوبة عملت يعني أنا بلاقي ناس مش مبسوطة فترة الخطوبة بنات بتشتكي بنات بتعيط أصل خطيبي مش مقدرني أصل كل يوم خنقت أصل بيشك فيها أصل بيحكم علي أعملي ده ما تعمليش ده أصل خنقني أصل 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 وبصة لقي البنت مكملة تقولي لا أنا خايفة فهنا أنا بقول لها لو أنت خايفة تسيبيه ما تلاقيش تاني هتلاقي لو أنت خايفة من ضغط ممتك وبباكي عليكي بحجة أن ده الإنسان المناسب ولو سبتيه مش هتلاقي تاني هتلاقي تاني لو أنت خايفة علشان أنت الوحيدة اللي جبرتي في السن واللي قدك متجوزة وعندها ولد واثنين وتلاتة وانت خايفة ما تلاقيش تاني هتلاقي تاني ما تخافوش يا جماعة البدايات دي مهمة جدا 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 اوعي كده تخليها تروح لأن بعد كده بتاخدي المشكلة في فترة الخطوبة بتكملي بيها بعد كده بتعدي بيها بعد الجواز بتاخديها معاكي بعد الخلفة بعد ما يكون معاكي طفل واثنين وتلاتة وتبصي تلاقي خلاص هتخرج إزاي هتطلع إزاي أني أنت بقيت في دايرة مغلقة فهنا أنا عايزة أقولك انتبهي من البدايات لأن في البدايات أني أنت تبعدي بيكون أنا بشبه بعد ما تتجوزي يعني خصوصا لو إنتي خدتي المشكلة معاكي من الخطوبة لبعد الجواز زي الإنسان اللي متسلط على عينه فلاشات كتير وأنوار كتير وإضاءات كتير وبعد تبتتشال الإنسان ده بيزغلل وبعد كده بيشوف الحقيقة كاملة اوعي تتزغللي اوعي تخلي الكلام الحلو خوفك خوفك من اللي هيحصل لك أو من أنت هتبقي يعني مفركاش أخطوبتك أو كلام ده كله اوعي تخلي الحاجات دي تزغل العنيكي عايزكي كمان تنتبهي لما حد يقولك بصي الإنسان ده مش كويس باباكي ومامتك دايما أنا عارفة أن فيه صراع أجيال ودايما أننا الجيل اختلف والوقت اختلف وعايزين نسبة رأينا وعايزين نقول أن الموضوع اختلف وعايزين نشوف الحاجات بعنينا احنا وبدماغنا احنا ولكن فيه حاجات صاحب الخبرة اللي بيحبك بيقولها لك بيطة العصح لو لقيت مامتك وباباكي قالولك بس خلي بالك من الحتة دي خلي بالك منها لو لقيت أختك بتقولك الموضوع ده ما عجبنيش رد الفعل الفلاني ما عجبنيش مش معنى كده أن هي عايزة تبوز علاقتك بخطيبك بصي عايزيكي تبصي بيعني تنتبهي زي اللمبة كده تنور تخليكي تنتبهي تشيلي الغشاوة على عنيكي تفكري بقلبك وبعقلك وعايزة قبل ما اختب معيك وقولكو حاجة مهمة جدا 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 دايما الكل يقول لنا خير البر عاجله أنا بشوف ده لا ينطبق على فترة الخطوبة خير البر عاجله ده ينطبق لو انتي هتساعد حد الجبير وظيفة لو انتي هتعملي عمل خير هتدي زكاة هتنصحي حد نصيحة تتغير حياته تغير مجرأ حياته لكن مش في الجواز مش يلا يلا نجاوز شهر شهرين ثلاثة وتبصي خلاص انتي تجاوزتي وما لحقتيش تدرسي الشخص اللي معاكي كويس ما لحقتيش ان انتي تنتبهي لعيوب ولأ انتبهي طولي اتكلمي اتحاولي خلي المواقف تثبتلك خلي عينك مفتوحة لان دي حياة بعد كده لان دي مش علاقة عابرة في حياتك ده دي علاقة هتكون دائما مدى الحياة فخلي بالك كويس جدا 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 من البدايات انتبهوا يا بنات للبدايات اللي انا قلته ده ينطبق على الخطوبة وينطبق على كمان العلاقات العاطفية ده كان اول حلقة في سلسلة الخطوبة تاني حلقة هتكون مهمة جدا 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 هتكون عن تعمل ايه فترة الخطوبة تكتشفي ايه فترة الخطوبة تقولي ايه في فترة الخطوبة ده هيكون الحلقة الجاية علشان كده بقولك ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان تكوني اول واحدة توصلك مع السلامة